شاهد ايس اس ا بالعربي اهلا وسهلا بيك ومعاكو احفد مجاهد ايس اس اي ترينر لو انت اول مرة تتفرج علي انا احفد مجاهد ايس اس اي ترينر ودي قناتي كمان اجسام بدون منشطات بنقدم شرح لمناهج الانترنشنل سواء كان الايس اس اي او نسم بلوس بعض الفيديوهات التوضحية للبيجنرز اللي عايزين يبتدو الجيم لو عجبكم ووضوع القناة تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير عشان الكل استفاد ويلا بينا نبدأ الحلق النهاردة هنتكلم على عضلة تانية من عضلات البطن الا وهي الترانسفيرس ترانسفيرس عضلة عبارة عن كرسي كده لامم البطن بجواها بقى المعدة والكلة والكبد والكلام اللي انتو عارفينه ده كله عشان يبقى كلوز يا ترى ايه هي العطلة ديت وازاي نقدر نستهدفها وازاي نحطها من دمن البرنامج بتاعنا وانا بلعب عضلات البطن مبدئيا كده هي قتاش في الفشية بتاعة السوراسيك اللي هي الدلوعة زي ما هي واضحة قدامنا على الشاشة كده مرورا بيه الاليك او معنى اصح عضمة الحوت وبعدين قتاش في الريبس لغط فم المعدة هنا زي ما هو واضح قدامنا ومن خط كده طولي اسمه اللينيا قلبا وده الخط الابيض بمعنى صح لما بيجوا يعملوا اي عمليات جراحية بيكون فقير بالاوعية الدموية فبيبتدل الفتح من خلاله مرورا بالبابكس زي ما هو واضح قدامنا كده ده الاناتوم بتاعه يا ترى ايه هي الحركات اللي بتستهدف بالزبط هل تمرين الفاكيوم زي ما بنشوفه منتشر كتير على النت تعالوا نشوف اول تمرين معانا ان انا برضو يحصل ايه بنت سواء يمين او شمال زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة ده من ضمن التبارير المهمة جدا اللي بتستهدف الترانسفيرز هايفين طبعا اناتوم جايز زيش تشريح بتاعه او ترتيب العضلات بتاعتها فبالتالي اي حركة بتبقى بند بتكون اكتر كتير او لو انا عملت فليكس بالشكل ده زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة زي ما بلعب الابس او كرانش عادي ده تمرين مهم جدا يستهدف الترانسفيرز برضو لسه مجناش ناحية الفاكيوم لان الحتة اللي في النص دي كلها زي ما احنا شرناها عبارة عن فاشية والعضلات زي ما قلنا ان هي جاية من الريبس والإليك وهنا كله عبارة عن فاشية لو نلاحز على الشاشة فيه صجب هنا كده اللي نفاكرينه كويس اول ان ده هيمر بي عضلة الريكتس ابديمونز لما نيجي نشرحها الاكشن رقم تلاتة اللي ممكن يكون او لترانسفيرز اه لو هو اروتيشن زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة كده يبقى احنا خدنا لاترال وخدنا اروتيشن وخدنا الفلكس التلاتة دول مهمين جدا لعضلة اي ترانسفيرز ولو انت بتلعب بوكسنج او حاجة او بتعمل فتنس بوكسنج بالطريقة ديا فانت اريدي بتشغل عضلة زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة ودي بتبقى حاجة مهمة جدا لعضلة اي ترانسفيرز لو عجبكم موضوع الفيديو عايزين تكملوا بايد عضلات البطن عشان تختاروا مجموعة التمارين المناسبة جدا لعضلات البطن تنسوش تعملوا لايك سابسكرايب شير والسنونا في حلقة جاية كان معكم احمد مجاهد اي سي سي ترينار